طيب خليني أخد حضراتكم في البداية لاجتماعين مهمين الأول الاجتماع الأول هو اجتماع مجلس إدارة عقد النهاردة تحديدا الساعة 3 عصر اليوم بمقر النادي في الجزيرة عشان تتم فيه منقشة عدد من الأمور الخاصة بالنادي الأهلي سواء على الصعيد الرياضي أو على الصعيد الإنشائي كمان الحقيقة كابتن محمود الخطيب برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع مع مسؤولي مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية الاجتماع ده هدفه منقشة عدد من المقترحات وستراتيجية عمل المؤسسة خلال الفترة اللي جاية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء في الاجتماع المقبل وحضر الاجتماع ده كل من الدكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية دكتور محمد الصبان مستشار مجلس إدارة لتكنولوجيا المعلومات الأستاذ حازم هاني مستشار مجلس الإدارة للموارد البشرية ودكتور سعد شلبي القائم بعمل مدير التنفيذي للنادي الأهلي وسامح واصف مساعد مدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية يمكن خلال الاجتماع تم استعراض أو استعرض مسؤوله ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الأخيرة للبناء عليه وتنميته في خطة العمل المستقبلية للمؤسسة بالشكل اللي حقق خدمة متميزة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي وفقا طبعا لتوجهات مجلس الإدارة خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتعرف على تفاصيل أكتر هنشوف لقائين الحقيقة اللقاء الأول مع دكتور سعد شلبي القام بعمل مدير التنفيذي للنادي الأهلي ولقاء تاني كمان مع الوقت دكتور حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية الاجتماع النهاردة كان في غاية الأهمية في حضور أول لقاء ما بين المجموعة كاملة في حضور السيد الأستاذ الدكتور حسن المدير التنفيذي لمؤسسة الأهل المجتمعية وهو واحد من القامات الكبيرة في نطاق العمل المجتمعي في الحقيقة بالإضافة لعمله الرئيسي كأستاذ في الأكاديمية الطبية العسكرية وفي الحقيقة احنا استفدنا بخبراته كبير بشكل كبير جدا في الفترة السابقة وصدر قرار من مجلس الإدارة باختياره لمؤسسة الأهلي المجتمعي كان فيه تصور بيتعرض على كابتن محمود النهاردة في حضور مجموعة من الخبراء اللي بنستعين بينهم دايما الأستاذ الدكتور محمد مستشار مجلس الإدارة للشؤون التقنية أيضا الأستاذ حازم هاني وهو واحد أيضا من الخبراء في مجال الموارد البشرية عشان يبقى فيها هيكلة كاملة وشاملة وأعتقد أن كان فيه تصورات عرضها الأستاذ الدكتور حسن إن شاء الله هتستمتعوا بيها والتصورات اللي هيقولها لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة